موسيقى نشرة اخبارية مفصلة من الميادين والبداية مع العنوين موسيقى داعش يتخذ من اهالي الفلوجة دروعا بشرية والسستان يجدد ضرورة الالتزام باداب الجهاد موسيقى تؤكد احتفاظها بحق ضرب الفصائل التي لا تلتزم بالهدنة واتفاق بين جيش الاسلام وفيلق الرحمن لوقف الاقتتال في الغوطة موسيقى ولد الشيخ احمد يؤكد قرب التوصل الى رؤية عامة للحل في اليمن ووفد صنعاء يلوح بتشكيل حكومة اذا تعثرت المشاورات موسيقى حركة طالبان تعلن مقتل زعيمها الملة اختر منصور بغارة امريكية الاسبوع الماضي موسيقى صباح الخير تستهدف القوات العراقية بمساندة الحجد الشعبي مراكز داعش في محيط الفلوجة وداخلها في اطار معارك تحرير المدينة القوات الامنية وعناصر الحجد وصلوا الى مشارف الحوجة والبشجل غرب الصقلوية كما احكموا الطوق على المدينة في اكثر من نقطة مع استمرار محاصرة عناصر التنظيم الذين فخفوا الابنية والمنازل كما استخدموا المدنيين كدروع البشرية بما تواصل القوات الامنية تأمين ممرات امنة لخروج المدنيين المرحلة الثانية من عمليات تحرير الفلوجة بدأت تحرير للمناطق المحيطة بالقضاء والتي كانت تعتبر نقاطا دفاعية لداعش بتقدم سريع نفذته القوات المشتركة خطوة اعقبت الضربات الصاروخية الثقيلة التي استهدفت تواجد التنظيم وسهلت من انهياره هذه تعتبر خطوط الامامية كانت البارحة للدواعش من الحراريات باتجاه جميلاتهم البارحة كسر خطوط الامامية وباتجاه الخطوط الأول والخط الثاني للدواعش وتحرير منطقة جميلات والحراريات والسجر المحوران الجنوبي والجنوبي الشرقي شهدات قدما باتجاه منطقة الحراريات والمستشفى الاردني وجسر السجر من جهة والهياكل وجسر التفاحة والنعمية من جهة اخرى فصائل المقاومة والشرطة الاتحادية وباقي التشكيلات هي من قادت هذه العمليات هذا التقدم تم وفق خطط محكمة كما يقول قادة الميدان وأهمها الإجهاز على الجيوب المتبقية في المناطق المحررة ومعالجة الألغام التي زرعها داعش في البنايات والطرق الرئيسة بعد أن كانت هذه المنطقة تمثل الخطوط الدفاعية الأولى لتنظيم داعش سيطرت عليها القوات المشتركة والآن هذه القوات تندفع باتجاه أطراف المدينة الجنوبية الشرقية تمهيدا للاقتحام محمد الفهد من أطراف الفلوجة الجنوبية الشرقية الميادين هذا وأظهرت مشاهد خاصة بالميادين بعض جوانب المعركة في أحياء الشهداء والهياكل ونعيمية في الفلوجة وصولا إلى ضفاف الفرات واستهداف مواقع داعش في المدينة إلى ذلك جدد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهد الكربلاء دعوته إلى جميع المقاتلين للالتزام بتوجيهات المرجعية العليا خلال عمليات تحرير الفلوجة الكربلاء أشار إلى أن المرجع السيد علي السستاني شدد في وصياه على ضرورة الالتزام بأداب الجهاد وأضاف أن للجهاد أدابا عامة لا بد من مراعاتها حتى مع غير المسلمين رئيس دوان الوقف السني في العراق الشيخ عبداللطيف الهميم دعا أهالي مدينة الفلوجة إلى مساندة القوات العراقية ودعمها بكل تشكيلاتها وطلب القوات الأمنية بإبعاد المدنيين عن الخطر محذرا من الفتنة التي أطلت مع انطلاق عمليات تحرير الفلوجة الأمم المتحدة وجهت لداء لحماية المدنيين الفارين من القتال في الفلوجة وفي بيان لها أشارت المفواضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن عددا من النساء والأطفال توفوا أثناء محاولتهم مغادرة المدينة فيما أكد المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق أن المفواضية تشجع على اتخاذ إجراءات دولية منسقة في وجه الفضائع التي يرتكبها تنظيم داعش وفي نشرة للميادين أوضح رئيس رجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي أن التحالف الدولي لم يوجه أي ضربة لتنظيم داعش في الفلوجة منذ بدء العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة ما قد يؤشر إلى وجود إرادة دولية بعدم تحرير الفلوجة الضربات الجوية هي من حصة التحالف الدولي لكن وجدت أن التحالف الدولي لم يوجه ولا ضربة واحدة منذ بدء العمليات والحد الآن إذن العمل من التحالف الجوية في الفلوجة صفر هذا يعني وكأنه أرادة دولية على أن لا تحرر الفلوجة رئيس اتلاف دولة القانون نور المالك دعا إلى زيادة زخم العمليات لإنقاذ أهالي الفلوجة من تنظيم داعش المالك الذي تفقد القطاعات العسكرية وتشكيلات الحج الشعبي التي تشارك في عملية تحرير الفلوجة دعا القوات الأمنية وفصائل الحج الشعبي إلى أخذ الحيطة والحذر والصمود في وجه الإرهاب إلى سوريا حيث تم الإعلان عن اتفاق بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن على إنهاء الاحتكام للسلاح ووقف إطلاق النار وإطلاق صراح المعتقلين ويتضح من الاتفاق حسب بيان وصل للميادين أن ضغطا خارجيا كبيرا قد تعرض له جيش الإسلام لجهة الشروط التي تلزمه أكثر من غيره ولأنه لم يعد لديه خيار أو فرصة لنقضه كما كان في الاتفاقات السابقة لجهة التناغم الداخلي بين الفصائل ضده وأيضا الرعاة الخارجية إلى ريف الرقة الشمالي حيث أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على قرية قرتاج جنوب مدينة عين عيسى وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أطلقت عملية تحرير شمال الرقة بدعم التحالف الدولي مع ضمان عدم تدخل تركيا وبالتنسيق مع روسيا التي أعلن وزير خارجيتها سرغي لافروف الاستعداد للتنسيق مع قوات التحالف في العملية محمد الخطر شارة البدء لإطلاق تحرير شمال الرقة أعلنتها روش دفلات القيادية في قوات سوريا الديمقراطية عملية أشرف على التحضير لها الجنرال الأمريكي جوسف فوتيل تحضيرات اكتملت مع وصول أسلحة حديثة نقلتها طائرات شحن عسكرية ومع مئات الخبراء الأمريكيين وغطاء جوي وفره التحالف الدولي على ثلاثة محاور عبر عين عيسى واللواء الثالث والتسعين ومطعم النخيل تم الإعداد إلى منذ أيام أو أسابيع إذا صح التعبير فالهدف من بدء العملية هو تحرير الرقة بالكامل وبدأت العملية بثلاثة محاور حسب معلومات التي حصلنا عليها من منطقة العمليات فهناك تعاون بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي بحيث أن تقوم قوات التحالف بتأمين غطاء جوي ودعم لوجستي على الأرض دخول التحالف الدولي المباشر دعما للعملية سبقته تحضيرات ضمنت تحييد تركيا ضمن تعهدات تمنع الأكراد من عبور نهر الفراد غربا واتصالات أمريكية روسية أثمرت استعداد روسيا لتنسيق الجهود مع التحالف ووحدات الحماية لتحرير الرقة أرضية مهدت لإطلاق العملية الكبيرة وربما تضمن لها النجاح لو لا موافقة الجانب الروسي وتحييد الأتراك لا يمكن أن يكتب لهذه العملية النجاح لوجود عدة تداخلات بالنسبة لوضع الأكراد ووضع مدينة الرقة والقضايا اللوجستية التي تحتاجها هذه العملية إنجاز العملية لن يكون سهلا بالرغم من تلك المقدمات السياسية واللوجستية داعش استنفر مقاتله في المحافظة التي تعد معقله الرئيسي المفخخات والألغام وسيلة يجيد التعامل بها ويرجح استخدامها بقوة في المعركة الجديدة أطلاق معركة تحرير شمال الرقة محطة كبيرة في الميدان السوري معركة ستبدل كثيرا في المشهد الميداني خصوصا مع هزيمة التنظيم في رياف حمصة وحلب وصولا إلى الميدان العراقي محمد الخضر دمشق الميادين قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن موسكو ستحتفظ بحق توجيه ضربات من طرف واحد للفصائل الإرهابية والجماعات المسلحة التي لا تلتزم بالهدنة اعتبارا من اليوم الأربعاء شويغو أشار إلى أن موسكو اقترحت على واشنطن أن تعمل مع المعارضة التي تعتبرها معتدلة لوقف الأعمال القتالية ومغادرة مناطق انتشار جبهة النصرة رجح نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوكدانوف استئناف المفاوضات السورية مطلع تموز يوليو معتبرا أن المبعوث الدولي استفان ديمستورا يمكن أن يبدأ باتصالاته مع السوريين قبل ذلك بوكدانوف أكد أن مبعوثي ربعية الشرق الأوسط يعملون على إعداد تقرير إلى مجلس الأمن الدولي قد يتم تقديمه قبل الاجتماع الوزري في باريس في الثالث من الشهر المقبل مضيفا أن أطراف المفاوضات السورية غير مستعدين بعد لبدء محادثات مباشرة الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تبحثان فكرة القيام بعمليات مشتركة ضد تنظيم داعش في سوريا تونر قال أن على الولايات المتحدة أن تتعاون مع روسيا ودول أخرى من أجل وقف العنف في سوريا وأشار إلى أنه لدى واشنطن أولويتان هما تدمير داعش ووقف إراقة الدماء في سوريا وأكد تونر التعاون مع روسيا للحفاظ على الهدنة وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أكد أن ما يجري في سوريا والعراق هو مؤامرة أمريكية صهيونية الهدف منها ضمان أمن إسرائيل ما يجري اليوم في سوريا والعراق هو مؤامرة كبرى أمريكية صهيونية من خلال إطلاق الحروب في الدول الإسلامية دعم الإرهابيين وتسليحهم وتقديم المساعدات المالية لهم والهدف الأهم بالنسبة لهم هو ضمان أمن إسرائيل من خلال انشغال المسلمين بقتال بعضهم البعض طبعا نحن لا نرى أن التكفريين مسلمون يعلق الأطراف اليمنيون المشاركون في مشاورات الكويت محادثاتهم بشكل مؤقت بسبب مشاركة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في جلسة مغلقة لمجلس الأمن ولد الشيخ أحمد أكد الاقتراب من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور الطرفين للمرحلة المقبلة وشددها على العمل لتذليل العقبات للتوصل إلى انفراج وشيك دعا الناطق باسم عنصار الله محمد عبد السلام موصفها بالقوى الوطنية المناهضة للعدوان إلى تشكيل حكومة تسد الفراغ إذا تعثر الحل العادل في الكويت وفد صنعاء أكد حرصه على إنجاح مشاورات الكويت بما يفضي إلى حل ينهي معاناة الشعب اليمني ويحقق الشراكة الوطنية وخلال لقائه بعض صفراء مجموعة الثمان عشرة شرح مآلت إليه المفاوضات نتيجة ما وصفه بالفوضى التي يفتعلها وفد الرياض بتكرار الانسحابات وتعليق الأعمال وبالعريقيل التي يضعها أمام عمل لجنة الأسرى والمعتقلين إضافة إلى عدم التزام دول التحالف بتثبيت وقف إطلاق النار أكد رئيس المجلس السياسي لأنصار الله صالح الصماد ضرورة أن تدرك القوى الوطنية حساسية المرحلة وخطورة الاسترخاء في مواجهة العدوان وفي بيان نشره على صفحته على الفيسبوك قال إن الولايات المتحدة والسعودية تسعيان لإفقار الشعب اليمني وتدميره مع تقديم الدعم للقاعدة وداعش في الوقت نفسه كما حث القوى الوطنية والأسيام عنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على التحرك لاتخاذ الخطوات لتعزيز الوحدة والمحافظة على مؤسسات الدولة مرحبا بدعوة رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح إلى التلاحم وترك المناكفات أعلنت حركة طالبان أفغانستان مقتل زعيمها الملة أخطر منصور بالغارة الجوية التي نفذتها طائرة أمريكية من دون طيار عند الحدود بين فاكستان وأفغانستان وعلنت الحركة تعيين الملة هيبط الله زعيما جديدا لها الحكومة الأفغانية كانت قد أعلنت مقتل منصور يوم الأحد الأمر الذي أكدته الإدارة الأمريكية ولم يصدر حينها تعليق من قبل الحركة قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامل حمد الله إن الاقتراح الإسرائيلي بشأن اللقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في فريز هو محاولة لتشتيت المبادرة الفرنسية موقف الحمد الله جاء خلال استقباله في رامل رئيس الوزراء الفرنسي منوال فالس الذي أكد أن المبادرة الفرنسية ليست ضد إسرائيل وإنما تهدف إلى إنهاء الصراع في المنطقة آخر محطات المبادرة الفرنسية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية كانت في رامل الله وتوجدت بلقاء غب عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وانتدب عنه رئيس وزرائه رامل حمد الله وفي اللقاء تم التباحث في الردود التي تلقاها رئيس الوزراء الفرنسي منوال فالس من القيادة الإسرائيلية بعد سلسلة لقاءات جمعته بها لقد أكدت لدولة الرئيس فالس أن إمعان إسرائيل في كل هذه الانتهاكات والتي تشكل بمجملها جزءا من سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها إنما يقود حل الدولتين والذي أكدت لدولة الرئيس أنه بدأ يتلاشى يوما بعد يوم الفرنسيون ما زالوا يعتقدون أن مبادرتهم لها نصيب من الحياة إذا ما توافرت النيات لدى الطرفين في إنهاء الصراع كمدخل لاستقرار العالم الهدف من المبادرة الفرنسية هو إعادة التأكيد على حرص المجتمع الدولي على حل سياسي لدولتين ونحن لا نقل جهدا لذلك وأنا قلتها بالأمس نحن لا نريد أن نفعل الأمور من خلف إسرائيل وفي ظهرها ولنا علاقات وثيقة جدا مع إسرائيل والفلسطينيين المراقبون بدورهم وصفوا زيارة فالس بالفاشلة سياسيا وبأنها لم تتعدى تأكيدا للحضور الفرنسي في المنطقة وبأن المبادرة ستنتهي بإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى دهاليز المفاوضات الثنائية نشرت تراجعا متزايدا من قبل فرنسا عن الأفكار التي كانت قد طرحت في عهد وزير الخارجية السابق لينتهي الأمر على ما يبدو إلى مجرد لقاء دولي يُعقد في باريس ولكنه يمهد في نهاية المطاف للعودة مرة أخرى إلى مربع المفاوضات الثنائية وكانت باريس قد أعنت أنها ستستضيف لقاء دوليا من دون مشاركة الطرفين المعنيين بهدف دفع جهود السلام في المنطقة وذلك في الثالث من الشهر المقبل بفعل الضغوط الإسرائيلية سعى فالس إلى توازن في مواقفه فأدان حملات المقاطعة لإسرائيل ورفض الاستيطان كما تراجع نوقف سابقا لبلاده بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال فشل المبادرة الفرنسية نسر سلمي رحم الله الميادين يحتفل لبنان اليوم بذكرى التحرير وبعد مرور 16 عاما على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لم يفلح في محو مشاعر القلق من قلوب الإسرائيليين في المستوطنة الشمالية تقرير علي فقه بعد 16 عاما على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لا يزال خوف المستوطنين من أي تحرك على الجانب اللبناني من الحدود قائما وآخره الهلع الذي أصاب المستوطنين بعد رؤيتهم أبراج مراقبة نصبها الجيش اللبناني على الحدود أخيرا ظهرت أبراج مراقبة في منطقة الجليل الغربي تشرف عن قرب شديد على مستوطنة إسرائيلية وطرقات ومواقع الجيش الإسرائيلي هذا الوجود مقلق والكثير من السكان أعرب عن الخشية من القرب المهدد حيث يمكن القنص من هناك على سيارة المرة أكثر ما يقلق سكان المستوطنات الشمالية إن كانية سيطرة حزب الله على أبراج المراقبة هذه على الرغم من أنها تابعة للجيش اللبناني واستخدامها لمهاجمة المستوطنات القريبة من الحدود هذه الأبراج تابعة للجيش اللبناني لكن سكان مستوطنات القطاع الغربي قلقون من سيطرة عناصر حزب الله على هذه المواقع من أجل مهاجمة المستوطنات المراسقة للسياج الحدودي مصدر في الجيش الإسرائيلي قال لنا اليوم إن حزب الله يستطيع أن يحول هذه المواقع في لحظات إلى مواقع قنص ضد المستوطنات القريبة من السياج محاولات الجيش الإسرائيلي طمأنة المستوطنين الذين تملكهم الرعب باءت بالفشل على الرغم من تأكيد الناطق باسمه أن الجيش يتابع باستعداد عملاني واستخباري هذا الموضوع هذه ليست مسحة ويجب أن يشعل الأمر الضوء الأحمر الخوف كبير جدا السكان يخافون إلى درجة لا نستطيع وصفها هذا خوف السكان هنا الحديث في إسرائيل عن هدوء نسبي على الحدود مع لبنان لا يهدئ من روع المستوطنين الذين حفرت في ذاكرتهم تطمينات مماثلة سبق أن سمعوها من القادة السياسيين والعسكريين عشية وغدا تنسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان في الخامس والعشرين من أيار عام 2000 تطمينات تبين أنها من دون رصيد في حرب تموز 2006 والآن جولة على أبرز عنوين بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع زميلتي بيسان ترى صباح الخير بيسان صباح الخير وفاة تفضلي صباح الخير من جديد مشاهدين جولة على أبرز ما عنوناته بعض الصحف العربية الصادرة هذا الصباح والبداية مع صحيفة السفير اللبنانية التحرير 2016 ردع الإسرائيلي وملاحقة التكفيري نقرأ أيضا في عنوين صحيفة السفير اللبنانية تحديات لبرمن في الدفاع من فلسطين إلى مصر ولبنان وفي عنوينها معركة نحو الرقة بغطاء أمريكي عرض روسي للتعاون ورهان كردي على الفيدرالية من صحيفة السفير اللبنانية ننتقل إلى أبرز ما عنوناته صحيفة الحياة السعودية جاء في عنوانها الأول سليماني يشارك قيادات الحجر في إدارة معركة الفلوجة التحالف الدولي يوقف غيراته والقوات المشتركة تحاصر خمسين ألف مدنيين وداعش يمنع خروج السكان وينشر قناصة وانتحارين تحالف كردي عربي وغطاء أمريكي لتطهير الرقة موسكو تعرض التنصيق مع واشنطن وأنباء عن أدرار أصابت قاعدة تستخدمها روسيا في تدمر ونقرأ أيضا في صحيفة الحياة السعودية الحكومة اليمنية تريد استبعاد قيادات حوثية وعلي صالح قبل تشكيل حكومة وطنية توافقية ننتقل إلى صحيفة الوطن العمانية التي بدورها عنوانت القوات العراقية تطاهر قرى على مشهر في الفلوجة وداعش يتخذ دروعا بشرية الأمم المتحدة تطلب التحقيق في استخدام القوى ضد محتجين سوريا الأكراد يبدأون عملية بريف الرقة وروسيا تتجه للتنصيق مع أمريكا ترباط للجيش السوري بإدلب وحماه وريف حمص الفلسطينيون يحذرون من تلاشي حل الدولتين ننتقل من صحيفة الوطن العمانية إلى سوريا واخترنا منها صحيفة الثورة جاء في عنوانها البارز موسكو عملياتنا العسكرية المشتركة مع الجيش السوري قدت على 28 ألف إرهابي من المصرة وداعش من أصل 80 ألفا الجيش يقضي على العديد من إرهابي المصرة بريف إدلب ويدمر آليات لتكفري داعش بريف حمص ننتقل إلى صحيفة الوسط البحرينية التي بدورها عنوانت استجنو سنة للشيخ المنسي بتهمة التحريد على كراهية المظام ونقرأ أيضا في عنوينها داعش واجه هجومين واسعين في سوريا والعراق ننتقل إلى صحيفة الصباح العراقية جاء في عنوانها الأول القوات الأمنية تنتظر خروج المدنيين لتحرير الفلوجة حررت ثماني قرى وعزلتها عن الكرمة وطوقت مشارفها من جميع الجهات ونختم مع أبرز ما عنوانته صحيفة الشروك التونسية جاء في عنوانها الأول ثلاثة أربجي وتسعة وعشرون كلاشنكوف وخمسمائة رصاصة اعترافات الداعشية عادل الغندري تكشف مخزن أسلحة في بنجدان الأسلحة خزنت في ثلاجات ودفنت تحت الأرض وختاما بعد توجه النهضة لفصل الدعوية عن السياسي انقلاب في الإخوان هذا أبرز ما جاء من عنوان في بعض الصحف العربية الصادرة هذا الصباح شكرا للمتابعة ونعود إليك وفا شكرا لك بيثان بعد مضي تسعة وعشرين عاما على إزالته أعيد تمثال الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورجيبة إلى مكانه في قلب العاصمة التونسية قرار أثار جدلا بين داعم ورافت يعود الرئيس الراحل لحبيب بورجيبة ليمطط جواده بعد أن ترجل عنه قصرا قبل تسعة وعشرين عاما بقرار من خلفه زين العابدين بن علي رجع في البلاس هذية منتظروا فيه من حجة الإخداء الزين فهمت ولا لا بكون الرئاس ما كراش نح يخليه تمثال هذا كي تمثال البرجيبة تمثال التونس كاملة لهذا التمثال قصص مثيرة للجدل يقول البعض إنه يؤرخ لحقبة عودة بورجيبة من فرنسا بعد نجحه في مفوضات نيل الاستقلال فجال بورجيبة على صهوة حصانه ملوحا بيده للجماهير التي كانت في استقباله آخرون يقولون إن الأحبيب بورجيبة أصر على وضع تمثاله قبالة تمثال الفيلسوف الشهير ابن خلدونة في ربط معنوي لمسيرة الإصلاح الاجتماعي التي بدأها ابن خلدونة بالنسبة للسنبت بورجيبة نرى ما كريش نحات من نسله معناها المشي وشي امتاحها زيدة معناها حاجة تمثل تاريخ بلاد هوية بلاد مش معقول إذا بشي قد أي رئيس ولا أي حكومة جيت ناحي لعملته لحكومة اللي قبل الرئيس الباجي قايد السبسي الذي اتخذ قرار إعادة التمثال يرى أن بورجيبة يرمز إلى تحرر تونس بينما يطالب آخرون بإقامة نصب لأحداث الرابع عشر من يناير كانون الثاني وقبل ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عنوينها داعش يتخذ من أهالي الفلوجة دروعا بشرية والسستاني يجدد ضرورة الالتزام بأداب الجهاد موسكو تؤكد احتفاظها بحق ضرب الفصال التي لا تلتزم بالهدنة واتفاق بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن لوقف الاقتتال في الغوطة ولد الشيخ أحمد يؤكد قرب التوصل إلى رؤية عامة بين أطراف المحادثات اليمانية وفد صنعاء يلوح بتشكيل حكومة إذا تعثرت المشاورات موسيقى حركة طالبان تعلن مقتل زعيمها الملة أخطر منصور بغارة أمريكية الأسبوع الماضي موسيقى وبالتأكيد المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية وكذلك صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الختم شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله موسيقى موسيقى